رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين التنياهو فرنسا إلى الانضمام للدول التي تمارس الضغوط على إيران وتفرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي ونشاطاتها في المنطقة جاء ذلك خلال استقباله في مدينة القدس الرئيس الفرنسي إمانواما كروه والذي يشارك في ذكرى تحرير معتقل أوشفيتس النازي وبدوره أكد الرئيس الفرنسي عزم بلاده على منع طهران من الحصول على أسلحة نووية هذا وتحيي إسرائيل الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر أوشفيتس النازي بمشاركة 49 دولة بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير تشارلز